حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إيدي بن لقيت السدوسي عن أبي رمثة قال خرجت مع أبي حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء حثنا عمرو بن الهيثم أبو قطئ وأبو النضر قال حدثنا المسعودي عن إيدي بن لقيت عن أبي رمثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنوا يربع قتلة فلاء قال ألا لا تجني نفس على أخرى وقال أبي قال أبو النضر في حديثه دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول يد المعطي العليا حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الملك ابن عمير حدثنا إد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دمين فقال اليد العليا أمك وأبوك وأختك وأخوك وأدناك أدناك فقال فنظر فقال من هذا معك أبا رمثة قال قلت ابني قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وذكر قصة الخاتم حثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن إيدي بن لقيط السدوسي قال سمعت أبا رمثة اللا التيمية قال جئت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابنك هذا قلت نعم قال أتحبه قلت نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصمين عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دام العمد فسمعته يقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ثم قال فنظر ثم قال من هذا معك يا أبا رمثة فقلت ابني قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه قال فنظرت فإذا في نغد كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة فقلت ألا أداويك منها يا رسول الله فإن أهل بيت نطبب فقال يداويها الذي وضعها حثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إدن حدثنا إدن عن أبي رمثة قال أنطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال لي أبي هل تدري ما هذا قلت لا فقال لي أبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقشعررت حين قال ذاك وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس فإذا بشر له وفرة قال عفان في حديثه ذو وفرة وبها ردع من حناء عليه ثوبان أخضرني فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به فتبصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ومن حليف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزير وازرة وزر أخرى قال ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتيفيه فقال يا رسول الله أني لا أطب الرجال ألا أعالجها لك قال لطبيبها الذي خلقها حان عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن أبني أبجرى عن إيدي بن لقيت عن أبي رمثة قال أنت لقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له أبي إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك قال وما تصنع بها قال أقطعها قال لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبها الذي وضعها وقال غيره الذي خلقها حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن إيدي بن لقيت العجلي عن أبي رمثة للتيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فأرانيه إياه فقلت لابني هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته الرعدة هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء فأرني ظهرك فإن تكن سلعة أبطها وإن تكن غير ذلك أخبرتك فإنه ليس من إنساء أعلم بجرح أو خراج مني فقال طبيبها الله عليه برداني أخضراني له شعر قض علىه المشيب وشيبه أحمر فقال ابنك هذا قلت إي ورب الكعبة قال ابن نفسك قلت أشهد به قال قال فإنه لا يجني عليك ولا تجني عليه حسنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح حدثني عدو بن لقيط عن أبي رمثة قال حججت فرأيت رجلا جالسا في ظل الكعبة فقال أبي تدري ما هذا هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهينا إليه إذا رجل ذو وفرة به ردع وعليه ثوبان أخضراني حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثناه شيم غير مرة قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة للتيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال ابنك هذا قلت أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيبة أحمر حسنا عبد الله حدثني شيبان بن أبي شيبة حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم التستري حدثنا صدقة بن أبي عمرو عن رجل هو ثابت بن منقذ عن أبي رمثة قال أنطلقت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كنا في بعض الطريق فلقناه فقال لي أبي يا بنيا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنت أحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبه الناس فإذا رجل له وفرة بها ردع من حناء عليه بردان أخضرني قالت كأني أنظر إلى ساقيه قال فقال لي أبي ما هذا معك قال هذا والله ابني قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال في أبي علي علي ثم قال صدقت أما أنك لا تجني عليه ولا يجني عليك قال وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزير وازرة وزر أخرى حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكار حدثنا قيس بن الربيع الأسادي عن إيدي بن لقيت عن أبي رمثة قال أنطلقت مع أبي وأنا غلام فأتينا رجلا من الهاجرة جالسا في ظل بيته وعليه بردان أخضرني وشعره وفرة وبرأسه ردعون من حناء قال فقال لي أبي أتدري ما هذا فقلت لا قال هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتحدثنا طويلا قال فقال له أبي إني رجل من أهل بيت طب فأرني الذي بباطني كتفيك فإن تك سلعة قطعتها وإن تك غير ذلك أخبرتك قال طبيبها الذي خلقها قال قال ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فقال له ابنك هذا قال أشهد به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما تقول قال إي ورب الكعبة قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهي بأبي والحليف أبي علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه حثنا عبد الله حدثني جعفر بن حميد الكوفي حدثنا عبيد الله بن إدي بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال أنطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال أبي هل تدري ما هذا؟ قلت لا قال هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاقشعررت حين قال ذلك وكنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيء لا يشبه الناس فإذا بشر ذو وفرة وبها ردع حناء وعليه برداني أخضرني فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به فتبصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ضاحكا من تثبيت شبهي بأبي ومن حليف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتيفيه فقال يا رسول الله إني كأطب الرجال لألأ أعالج هلاك قال لطبيبها الذي خلقها حدثنا عبد الله حدثني أبي وأبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبيد الله بن إيدي بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضراني حدثنا عبد الله حدثني شيبان بن أبي شيبة حدثنا جرير يعني ابن حازمين حدثنا عبد الملك بن عمير عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة قال قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وعليه ثوبان أخضراني فقلت لابني هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابني يرتعيد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني رجل طبيب وإن أبي كان طبيبا وإن أهل بيت الطب والله ما يخف علينا من الجسد عرق ولا عظم فأرني هذه التي على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها ثم دويتها قال لطبيبها الله ثم قال من هذا الذي معك قلت ابني ورب الكعبة فقال ابنك قال ابني أشهد به قال ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه دوست المورة قال ابني سر ب International طبيب اشهدと دع ابني 患